نقول بقى انه فيه اوقات صعبة كتير كلنا بنمر بيها وده بيكون ليه تأثير مباشر وغير مباشر على نفسياتنا الحقيقة وبالتالي بيأثر على اجسامنا وعلى حياتنا طب ازاي نقدر نعدي الوقت الصعب ده في الاول بيكون صعب لكن كلنا بنمر وبنعدي بيه نقول يا ما ده اتعرزت بقول لكن لازم نعرف اسهل طريقة انك تعرف تقوي علاقتك بربنا في الفترة دي هي دي اللي ممكن تكون المدد والمساعدة الحقيقية ان انت تحاول اي ان كان دي انك تعمل تواصل تعمل شوية دعاء يعني يحاول انك تطلب مساعدة من ربنا اولا او بعد كده ممكن تطلب مساعدة من متخصص يساعدك انك تمر بالازمة دي وتكلم مع الناس اللي حواليك في اي موضوع مختلف تاني حاول تغير الموضوع شوية ما تركزش عليه متبضلش متأثر لفترة طويلة لو انت من الناس اللي بتتأثر بشكل كبير باللي حواليك ممكن كمان لو الامر زاد عندك بشكل مش طبيعي ممكن تحاول تعرف بعد كده يعني لو انت بعدت عن احداث تبقى تتبعها بعد كده وتشوف التطورات اللي فيها لكن تبعد شوية وتتكلم مع حد بتاصق فيه انت بتعملي ايه بها؟ لو مكون في عندك يعني استرس نفسي او ايه؟ ايه اللي بتعمليه؟ طبعا اكيد بدعي واكيد بكلم ربنا سبحانه وتعالى ودي طبعا اهم حاجة بواحد بيعملها لان دي بتديكي سبحانه الله كده بتديكي شحنة من الطاقة وامل واجابية بعمل رياضة بعمل يوجا كمان انا عرف بعمل يوجا بتفتح مسارات الطاقة بتاعت الجسم طبعا وبتهدي وبتدي كمان قوة للجسم فبتبقي دايما زينا بيقولوا ايه؟ روتد يعني ثبتة كده يعني ما انتيش مثلا عندك ضعفة او هزيلة او الحاجات دي لانها فعلا علميا اثباتوا انها بتأثر فعلا على جسمك مش بس نفسيتك سعاد الواحد بتأثر على جسمه فيبتدي يعية وجسمه زي ما بيقولوا بيصرخ فتلاقي مثلا جاله يعني بعد الف شر سكر امراض مزمنة ضغط امراض مناعة لو ما جاتش امراض كمان مزمنة ممكن يقولك مش نازق يعني صاحي مش قادر الناس دي الرجلية على الارض بالزبط جسمي بيوجع يعني كل دي بتفك لما بنعمل شوية يوجع فعلا نعرف ايه منا نبعد عن الاخبار دي لازم اعمل فترة كده حتى لو احنا بنتابع الاخبار اللي احنا بنشوفها لازم بيجي وقت كده وتقفلي ده لكم ساعة اليوم حتى عشان تعرفي بعد كده حتى لو عندك مشاكل او حتى لو فيه اخبار صعبة او اوقات صعبة في حياتنا نقدر نكمل فلازم اجي وقت اقرر مع نفسي ان اليوم ده خلاص مش هستقبل ولا اسمع ولا اشوف الاخبار دي اليوم اللي بعد دي هنكمل عادي بس على القالي بقى فيه يوم ايه عرفت ان انا اهدى يعني ساعتين وساعة اقرى حاجات وابعد ساعتين ثلاثة ان بعد كده انت مبتقدريش بيبقى عندنا امراض نفس جسمية مبتقدرش نسيطر عليها وخصوصا لو ابتدت تعوقك عن العمل هي دي المشكلة يعني انت لو قاعد في البيت ماشاك انت لازم تنزل ولازم تشتغل ولازم تسعى للكد وكسب العيش بيبقى من الصعب الخروج منها بعد كده وبتتحول ادمان الحالة بقى فخلينا نعرف نسيطر عليها من بدري نتكلم مع متخصص زي ما قلنا او مع صديق ونكلم مع ربنا ومع نفسنا وربينا اعديها على خير يا رب ان شاء الله يا رب شكرا